موسيقى موسيقى ماشي تمثل الانف هذا? فيه العنف المادي العنف المعنوي العنف الجزء شط أنواع أقصى ما يعنيتها العنف بأنواعهم متعرضت له المرأة التونسية وخاصة فيه حقوق هالمبطهده فيه قمعها فيه اسكيتها فيه غترسط صوت الحق فيه أنك ما يلزمكش تتكلم ما يلزمك إسكت أنت مرأة ما يلزمكش تمارس سياسة ما يلزمكش تنساق بش تشد مسؤوليات كبيرة ما يلزمك إذا كان إنتي حاولت وما يلزمكش تكون صوت حق أسكت الخطر أنت مراه وننظرو لها أحنا عنا نظرة ذكورية أن المرأة يلزمها تشد الدار مش أحنا عنا توي يحبوا يعملو أنها لمرأة تشد الدار تشد صغار أنها تكون جيرية جيرية سمحني معناتها وأحنا راهو المرأة البرجبية المرأة بنت بورجيبة اللي قرها بورجيبة واللي علمها بورجيبة واللي يعطاها حقها بورجيبة راي يستحيل تكون هاك ويستحيل مع أنتها تخليهم يوصلوا للمبتغي اللي حاش تنبي دافع على حقوقها تقول لي وقت اللي يلزم تقول لي وتقول أي وقت اللي يلزم تقول أي شكون منع المرأة من هذا الكل المنع المرأة من هذا الكل قلت بلغة العامية شوي ملحان وشوي مرتبط لتي المجتمع المدني اللي المجتمعنا كيفاش ينظر لها كمرأة معناتها يلزمها 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 والدولة حاليا شنو تحب تقزم المرأة كيفاش تحب ترد المرأة معناتها المرأة يجيوا إكزامبل يعلموها مثلا يجيوا بشيعتوها مثلا يعملوا مدرس قرآني أنا نعرف فما مدرس قرآني في سيدي بوزي نعطيك بما أنا أنا بنت سيدي بوزي ويقرروا فيهم مدرس قرآنية ويعلموا فيهم داخلين بسياق القرآن ويعلموا فيهم كيفاش تسكت على حقوقها كيفاش تمنح رجلها آي أنه ياخذ من حقها خرجة ديجال المرأة وطالبة تقول لك ما يسيلش رجل ياخذ زوزنسان ما يسيلش خوية ياخذ زوزنسان ما يسيلش معناتها والد هي الطالب في حقوق اللي ما يلزمها يش تكون أصلا وليتحكي في حكايات أني ما تنتبقش على المرأة تماما هو هو جينيا مدام ربي حل الأربعة هكوالي جينيا ربي حل الأربعة ما أحنا أحنا قانوننا لا يسمح قانون تونس وإنتي ترضاه على روحك رجل ياخذ عليك أربع عنسي أكيد ليه مدام معناتها وإنتي ترضاه مجلة الأحوال الشخصية إنهم يقمعوها ويدمروها ويحبوا يمصحوها يستحيل والمرأة تتكلم وعنا مثلا نعطيك إكزامبل العنف المسلط ضد المرأة نبدأوا بالأستاذة عبير موسي اللي في الحبس مرأة ولا مش مرأة مرأة تونسي في بالك الأستاذة عبير موسي اليوم من الستاش ولا من عاش قديش من نهار في إضرب جوع وين يحقق الإنسان وين يحقق المرأة في بالك عبير موسي في حبس لا قضية في الموضوع ما فميش قضي ما فميش فما التاليفون جابوه 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 خبراء وإذا حسما طبعين جابوه خبراء ما فميش ما عندهيش حتى شايف التاليفون انتاحها هذا الأول ما عندهيش حتى حاجة تدينها إيش بدلي كاميرا اللي في مكتب الضبط واللي في السجن واللي في كرتاجر رئيسي وفي مركز حلق الويد التومة جبدت الكاميرا على خطر فيه دليل براءتها عني تنرجع لك أنا نرجعوا للنقطة منين انطلق أنا أعطيتك إيجزومبل إيجزومبل مهم جدا فما لي كاميرا انتي كتشد سيرق ولا تشد حد تجبد لي كاميرا واضح ولا لي يندوا جابدين الكاميرا الكاميرا لحد الساعة ما فميش اللي قدام لقصر واللي في مركز حلق الويد واللي في السجن التومة جبدوش لي كاميرا بايهي الخبير جابوه لها إكسبير خبراء ما فميش حتى شيء يدي مفهمة حتى شايفي تاليفونها واضح عليش مجدودة لمرها ذيك على خاطر صوتها على خاطر حابة تتوصل صوت الحق على خاطر قالت أنا مرأة بورقبية تونسية على خاطر قالت أنا مرأة نقول لا وقت لي يلزم لا ونقول أي وقت لي يلزم أي واضح وعلى خاطر رفضت على خاطر رفضت برشة حاجات واضح وهذا أنا ندد ونقول من هنا صوتي نحب ويوصل نحب برسوتي يوصل ونقول إنسيتو نسفيقو راه اليوم الأستاذة عابير موسي غدوة أحنا راهي مرأة تونسية راهي مرأة تونسية راهي تندد لا للعنف ضد المرأة إذا كنتم تنددوا لا للعنف ضد المرأة هايك مرأة مرأة متعرض لها العنف غدوة حقوق الإنسان أعطيني ويني حقوق الإنسان ويني منظمة عفو الدولي ويني وأستاذة كيمها كيكة قاعدة تتعرض لكل شاي دونك شنو الحلول مدام اللي تراها لازمة معناها للحد من العنف ضد المرأة بالنسبة ليا أنا راهي نحب نقول كلمة واحدة الشعب الشعب تونسي كل سورتونسي تونس فيقو 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 حقوق لعتها هاي كومبرجي براي مش بالسهل تخلوها ذي راهو بش نمشي وفي متاهات أحنا في غيناء عليه إذا كان ما فقتوش وراهو اللي يلزم نسيتوين نسي الكل وتونس الكل تيقف مع الحق وتيقف للاضطهاد المرأة وللحقوق المسلطة ضد المرأة وما نعرش هي إذا كان بش تتعدى ولا مش بش تتعدى إذا كان تحبوا مرحبا بيكم نسيتو نسي الكل اللي وعيات المثقفات اللي قاعدة تشوف في شنوها صاير في المرأة التونسية وعطيتكم إكزامبل كبير 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 شنوها صاير في الأستاذة عطيتكم إكزامبل كبير أنا كامرأة مرحبا بيكم معانا لديس أحنا في حلقة الويد بش نقفو نسيتو نسيتو نسي لا للعنف للمرأة لا للاتهاد حقوق المرأة لا للتعنيف لا لسمة صوت الحق لا سكوت صوت الحق على كل مدام نخلي لك الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة نحب نقول يا أولادي فيقو 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 ينسيتو نسي فيقو أراهوا أراكم بيش تمشيوا فيها وراي حقوقكم بيش تضيع أغزروا كنوا يد وحدة راي شوفوا الأستاذة شنو صاير فيها راي أستاذة عندها إضرب جوع راي أستاذة مريضة راي أستاذة تقعد على قصدرية راي أستاذة حقوقها مضتحدة راي أستاذة خاتر قالت لا لإسمات صوت الحق حبت توصل راي على خاتر تونس راي أستاذة راي ما عندها لو كان حاشتها راي حتت يديها في يديهم وراي في أعلى المناسب تا ونتم تعرفوا شكون اللي يخرج النحف ونتم تعرف شكون اللي يكشف الغنوشي والشعب التونسي لكله يعرف راي محامي التعقيب راي أستاذة راي في معانتا بخدمتها راي ما عندها حد شيء لا لشيء لأجل يحب تونس ويحاسبوا فيها عن نضال ويحاسبوا فيها على خطر تونس فيقوا 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 كونوا يد واحدة ويقولوا لا للعنف اللي متعرضت له المرأة وأولهم الأستاذة عابير موسي في سجنها مريضة والتي تمشي معاقتة وتمشي ببعصاة تقعد على قصدرية تقعد على قصدرية بالأرتروز وبالضرب وبالأنتي كهاكيت اللي تعرضت لها قبل وباللي يصير فيها وتوى في إضراب جوع وحتى حد مش بد عليها حتى واحد مش بد عليها والإنسانة في إضراب جوع وأنا نقول للمرأة التونسية فيقها لوضع قول لي حاشتها بيش تفيق قول لي حاشتها بيش تكون معنا أحنا رأنا مانيش نقسموا فيها أحنا ضد تقسيم الأقليم وتقسيم وتقسيم مانيش نقسموا فيها تونس لكلنا تونس وإذا كان ما هزتكش بلادك رأي ما تزكش بلاد الناس وتونس عزيزة وغالية راه والتونس عزيزة وغالية علينا الناس الكل فيقوا وإذا كان إذا كان باستطاعتكم الناس الكل تلتحقوا معنا لديس غدوة في حلقة الويد مرحبا بكم الناس الكل شكرا مدام العفو